اتلاق المباراة للتراج الرياضي التونسي تمشي ياسين مرياح ثم رائد بوشنيبة رائد بوشنيبة الى امان الله مميش ثم تقاي تمس للتراج الرياضي التونسي وسامل سيلي نفذ ناحية وائل الدربالي وائل الدربالي يراوخ وائل الدربالي يحتفظ بالكورة وتمرير في مناطق الجزائر فرصة للتراج الرياضي التونسي ويقول تسلل او هي مخالفة اعادة للعملية كان متسلل امرو الكورة كانت ناحية امرو اللي ناحية حسين تقا رميت ستة امتار على ما يبدو ما كانش لفهم لمخالفة لتسلل في العملية الاخيرة فرصة كبيرة يضيح امرو في معين الشعباني يطلب من غيث الوهابي لقيام بالحركات الاحمائية ربما اصابة محمد امين توقاي تحتم عليه الخروج في بداية هذه المباراة رينا الوهابي في المباراة الوهودية الاخيرة او في المباراة التطبيقية التطبيقية الاخيرة وفي التمارين الاخيرة يعني اه جرب والمدارب معين الشعباني في اللاكس يرفع الكورة عالية يا سين مريح ناحية سيلي سيلي يخذ الكرة يرفع الكرة عالية وسهلة في دين الحارس الجبالي في اواخ المباراة رينيه كظهير ايمن ينفذ الكرة حسام اتقاه مباشرة وزيد الجبالي يرجع الكرة بصعوبة دخل الوسط وسام السيلي وسام السيلي قادم الملعب التونسي وسام السيلي توصل الكرة لبوشنيبة بوشنيبة بوشنيبة الى حسام اتقاه حسام الاتقاه الى غشة وغشة توصل الكرة الى زياد بريمة ومرأة اخرى حسام غشة حسام غشة وتزديد من بوغرة وتضرب في دفاع الملعب التونسي كانت عملية ثلاثية بين بوشنيبة اتقاه وغشة ثم غشة يدخل في دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى بلاسي من من اللاعب وسام بوغرة ودفاع المستقبل الرياضي بالمرسى كان في التراجكتور نفذ التميس للمستقبل الرياضي بالمرسى مسرعان ما ترجع الكرة للترو واختير العملية فرصة للمستقبل الرياضي بالمرسى ووجوم معاكس نزار السميشي نزار السميشي وتصدي منه من الله مميش اختيرها كانت العملية وتزديدها من نزار السميشي كاد يفتتح بها النتيجة امان العملية مراوغة ولا مراوغة ثانية وتزديدها يسارية ارضية يتصدي لها امان الله مميش يعني فرصة بفرصة بين الفرصة للتراج الرياضي لتونسي وفرصة للمستقبل الرياضي بالمرسى ترجع الكرة للتراج الرياضي لتونسي امارو 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 مخالفة مخالفة يتحصل عليها للتراج الرياضي لتونسي معها ورقة صفراء اولى في المباراة واحتجاج من لاعبي المستقبل الرياضي بالمرسى زياد الجبالي الحارس يحتاج امام الحكم خالد قويدر امام العملية والمخالفة المرتكبة على حسيم تقاء محمد امين تقاي الى السيلي راوغ السيلي مراوغة اولى ثم تتفق الكرة نزار السميشي المستقبل الرياضي المرسى في وجود معاكس نزار السميشي حاول يوصل كل الشاشية السميشي في مناطق الجزاء وفرصة كبيرة فرصة كبيرة لمستقبل الرياضي بالمرسى كونتر فافوراب للنزار السميشي اللي كان امام ام مرة اخرى وجها لوجه امام 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 اللهم اللي مميش لكن يخطأ المرمى ترجع الكرة من تقاي عاود نزار السميشي ياخذ الكرة وتير متاع كروازي برشا وبعيدة صراحة على مرمى امام الله مميش فرصة كبيرة للمستقبل الرياضي بالمرسى تقاي يوصل الكرة لبقرة وسامة بقرة الى حسيم تقا حسيم تقا تزديد من حسيم تقا مباختة وزيد الجبالي على مارتين حسيم تقا في تنفيذ الركنية يرفع الكرة حسيم تقا ديفية مرة اولى وسانو جوب بارو يحط الكرة في ركنية مرة اخرى للترجع الرياضي التونسي حسيم تقا للترجع الرياضي التونسي والدربالي والدربالي يقلب اللعب ناحية حسيم غشا تكونترول ممتاز من حسيم غشا يرفع الكرة في مرات كل الجزء والهدف الاول والهدف الاول للترجع الرياضي التونسي حسيمة بوقرة كانت الكرة في وسط الميدان حسيم تقا الى واقل الدربالي واقل الدربالي يقلب اللعب ناحية حسيم الدين غشا كنترول ممتاز من غشا ثم توزيعه في دوزين بوتو من غشا وهسامة بوقرة كيمجيت تضرب على العارضة الافقية وتدخل مرمى اللحار زياد جبالي هدف مقابل سفر للترجع الرياضي التونسي تتغير النتيجة في الخمس دقائق الاخيرة من الشوط الاول التوزيع ممتازة لحقيقة يسأل عن هذا الهدف زياد الجبالي يسأل عن هذا الهدف كان بيمكانه التقاط الكرة بالرغم للتوزيع ممتازة من حسيم الدين غشا ويخلط بسرعة بقرة والهدف الاول للترجع الرياضي التونسي يقول الحكم دقيقتين وقت ضايع يعلن عليهم الحكم الرابع زياد بريما يدخل الوسط زياد بريما يراوخ زياد بريما زياد بريما يطنب في الاحتفاظ بالكرة وتتفك من القر ويسترجحها زياد بريما زياد بريما يرفع في مناطق الجزاء العكسية من سانو جو بارو وتمشي ركنية ثامنة للترجع الرياضي لتونسي كده يغلط مرمى سانو جو بارو في العملية الاخيرة ممنى زياد بريما تضيع الكرة واسترجحها ويرفع الكرة وتمشي ركنية تاسعة للترجع الرياضي التونسي حسيم الدقاء حسيم الدقاء يرفع الكرة ناحية زياد بريما مرة اولى مرة ثانية تزيد من زياد بريما ترجع من دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى وفي هذه الاونة يعلن حكم خالد قويدر على نهاية الشوط الاول بين الترجع الرياضي التونسي وضيفه مستقبل الرياضي بالمرسى بتقدم افوان الترجع الرياضي التونسي بنتيجة هدف مقابل سفر وتغيير اول في المباراة في صفوف مستقبل المرسى وخروج نزار السميشي تمشي الكرة لغشها غشها يحاول يسدد يسترجع الكرة بقرة بقرة يرفع فيه مناطق الجزائي بالريما تسديد من بالريما الهدف الثاني لامس يد يقول الحكم ضد زياد بالريما غير محظوظ زياد بالريما يبحث على هدف امتنعه وزياد بالريما هدف ربما يخليه في او يكونفيرمي البلاسة متاعه في وجوم التراجي الرياضي التونسي. ماذا هناك? لمست يد. ماذا اعلن الحكم بالضبط? ربما لمست يد في ترويذ الكرة وتغيير الاول في صفوف التراجي الرياضي التونسي بدخول شرارة في تشكيلة فايسل ابو زريق محمد فايسل ابو زريق شرارة يخرج زيت بالريمة مستيق نوعا ما زيت بالريمة بحكم يعني كان سعيد برشا بتسجيل هدف تم الغاءه من طرف طرف الحكم الساحة خالد جويدر امامنا الاعادة تزديده سريع العملية ولمس يد يقول الحكم رمية ستة متار وتدخل من رائد بوشنيبة في مرة اولى ثم وائل الدربالي والحكم يعطي مخالفة لمستقبل المرسى احتجاج من رائد بوشنيبة وانذار اول في صفوف التراجي الرياضي التونسي بسبب الاحتجاج ظهير التراجي الرياضي لتونسي الايمن امامنا العملية ممكن لونج لذايا اوضح هل كان هناك لمستياد الحقيقة يعني لكم الحكم ياسين مرياح يرفع الكورة ياسين مرياح ناحية بوغرة مراوغة جسدية ممتازة من بوغرة وتدخل من الوزراتي وورقة سفراء يعني اه تمكن من مراوغة الوزراتي اسامة بوغرة بمروغة جسدية امامنا العملية خلال الكورة تتعدى وتدخل من ياسين الوزراتي كلفو انذار مفهمش مخالفة يقول الحكم سانو جو بارو يرجع الكورة وتدفك من الدربالي ثم ترجع لمستقبل المرسى لكن مرة اخرى امارو للتراجي الرياضي التونسي مرة ذي خالد قويدري دخل ويعلن عن مخالفة للتراجي الرياضي التونسي بعد دخل السانو جو بارو على يوسف امارو قبل تنفيذ المخالفة يخلي الكورة السهيلي لتقى يرفع الكورة ناحية تقى يخذ الكورة بالرأس توقاي ركنية يقول الحكم او ماذا رمية ستة امتار التحام ثاني بين زياد الجبالي وتوقاي ويبقى فوق ارضية الميدان زياد الجبالي وتغيير ثاني في اه صفوف مستقبل المرسى مع مطلع الدقيقة الثمانين زوستغيرات دفعة واحدة دخول عزيز الترايدي مكان عثمان القروي عزيز الترايدي استعد للدخول عديدة هي العناصر الشابة في المستقبل الرياضي بالمارسى محمد امين بن حميدة بشياخذ مكان السيلي على الجهة اليسرى وآآ اللاعب اشرف الجبري بشياخذ مكانه بشياخذ مكانه بشياخذوا على ما يبدو وسيمة بوقرة كرأس حربة اه زوستغيرات اخرى في صفوف ترايدي تونسي غايثل الوهابي وزكريا العايب بشياخذوا مكانهم يخرج اذا حسين متقى ويدخل زكريا العايب وغايثل الوهابي شكون اخر في صفوف الترايدي لتونسي رقم اربعة وائل الدربالي يخلي مكانه اذا لزكريا العايب بعد تدخل العامري اربعة دقايق وقت ضايع يعلن عليهم الحكم وفي هذه الاونة بالضبط يعلن الحكم خالد قويدر عن نهاية مباراة التراجل الرياضي لتونسي ومستقبل الرياضي بالمارسى بفوز التراجل الرياضي تونسي بنتيجة هدف مقابل صفر هدف اسامة بوغرا في الدقيقة 43 من المباراة نشكروكم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة